أبناء الأعزاء بنات العزيزات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأن تكونوا ملتزمين بالنصائح والتعليمات الوقائية من فيروس كورونا وأن تكونوا كذلك مواظبين على مراجعة دروسكم ومتابعة ما يعرض على المنصات التعليمية والقنوات التلفزية المغربية درسنا اليوم هو درس من دروس التراكيب للمستوى السادس ابتدائي تحت عنوان التمييز الملفوظ والتمييز الملحوظ إذن نبدأ على بركة الله بملاحظة هاتين المجموعتين من الجمل ونبدأ بالمجموعة الأولى أولا في القسم ثلاثون ثانيا اشتريت كيلوغراما ثالثا باع النحال سطلا رابعا زرع المزارع هكتارا خامسا أنا أكثر منك ماذا تلاحظون في هذه الجمل؟ المرجو إعادة قراءة هذه الجمل وفهم معناها مهلة للتفكير أكيد أنكم قد لاحظتم أن كل جمل المجموعة غير تامة المعنى وغير مفهومة ففي الجملة الأولى هناك غموض فنحن لا ندري ما المقصود بثلاثين ثلاثون ماذا؟ أي أن السامع سيكون بانتظار أن تتم له معنى هذه الجملة الجملة الثانية اشتريت كيلوغراما فالسامع سيكون بانتظار أن تتم له كذلك معنى هذه الجملة كيلوغراما من ماذا؟ الجملة الثالثة باع النحال سطلا سطلا من ماذا؟ الجملة الرابعة زرع المزارع هكتارا هكتارا ماذا؟ أما الجملة الأخيرة فهذا التعبير كله غير مفهوم أنا أكثر منك أنا أكثر منك في أي شيء وبالتالي فكل العبارات التي أحطناها بلون أزرق هي عبارات مبهمة والمراد منها غير مفهوم نلاحظ الآن المجموعة الثانية الجملة الأولى في القسم ثلاثونة ميذا الجملة الثانية اشتريت كيلوغراما لحما الجملة الثالثة باع النحال سطلا عسلا الجملة الرابعة زرع المزارع هكتارا قمحا الجملة الخامسة أنا أكثر منك مالا إذن نلاحظ هذه الجمل ونحاول أن نرى ما إذا كان معنى كل جملة واضح ومفهوم بالفعل كل الجمل الآن أصبحت مفهومة ولها معنى وغير مبهمة لكن ما هي الإضافة التي سمحت لنا بأن نفهم جمل المجموعة الثانية عكس الجمل في المجموعة الأولى لمعرفة ذلك ركزوا جيدا فالجملة الأولى في القسم ثلاثون كانت جملة غير مفهومة وخاصة عبارة ثلاثون لكن بعد أن أضفنا إليها تلميذا أصبحت ذات معنى فأصبحت الجملة مفهومة في القسم ثلاثون تلميذا الجملة الثانية اشتريت كيلوغراما قلنا بأن كلمة كيلوغراما هي كلمة مبهمة وليس لها معنى لكن عندما أضفنا لها كلمة لحمة أصبحت ذات معنى ولم تعد مبهمة وكذلك الحال بالنسبة للكلمة سطلة في الجملة الثالثة حيث أضفنا لها كلمة عسلة فأصبحت الجملة واللفظ سطلة أصبحت مفهومة باع النحال سطلا عسلة الجملة الرابعة زرع المزارع هكتارا هذه الجملة كانت غير مفهومة كانت مبهمة وخاصة كلمة هكتارا لكن عندما أضفنا لها كلمة قمحة أصبحت مفهومة الجملة الخامسة أو العبارة الخامسة أنا أكثر منك كانت جملة مبهمة كلها لكن عندما أضفنا لها كلمة مالا أصبحت واضحة ومفهومة وغير مبهمة إذن فالعبارات التي أضفناها لجمل المجموعة الأولى والتي كتبت بلون أحمر هي التي وضحت المعنى وجعلته مفهومة وهي تسمى بالتمييز فما المقصود بالتمييز؟ كتعريف للتمييز فهو اسم نكرة يأتي لتمييز اسم مبهم أو جملة مبهمة قبله ويسمى كل منهما مميزة فالكلمات التي كتبت بلون أحمر جاءت لتميز وتبين وتوضح العبارات التي كانت قبلها سواء أكانت اسما أو جملة وهي التي سميناها مميزة هذا وينقسم المميز إلى نوعين حيث نجد المميز الملفوظ والمميز الملحوظ فالمميز الملفوظ هو عبارة عن كلام دال يلفظ به في الجملة كأسماء المقادير من وزن ومساحة وعدد وكيل أما المميز الملحوظ فهو عبارة عن معنى يفهم من الجملة من غير أن يذكر فيها وسنبين ذلك في الأمثلة التالية نعود إلى مثلنا الأول فكما قلنا فجملتنا في القسم ثلاثون كانت غير مفهومة خاصة كلمة ثلاثون وقد جاءت عبارة تلميذا كي تبينها وتميزها وتوضحها إذن لدينا هنا ثلاثون ولدينا هنا تلميذا إذن كلمة تلميذا بيّنت ووضحت كلمة ثلاثون وهذا ما يجعلنا نقول إن كلمة ثلاثون هي مميز ملفوظ في حين أن كلمة تلميذا هي تمييز المثال الثاني اشتريت كيلوغراما عبارة كيلوغراما كما قلنا هي كلمة مبهمة وقد جاءت كلمة لحمة لكي تميزها وتوضحها وبالتالي فكلمة كيلوغراما مميز ملفوظ ولحمة تمييز الجملة الثالثة باع النحال سطلا عسلا جاءت كلمة عسلا لتوضح لنا معنى وتميز لنا كلمة سطلا وعليه نقول إن كلمة سطلا هي مميز ملفوظ وكلمة عسلا تمييز الجملة الرابعة زرع المزارع هكتارا هكتارا من ماذا؟ هكتارا قمحة كلمة هكتارا ستكون هي المميز الملفوظ في حين أن كلمة قمحة ستكون تمييز أما الجملة الأخيرة أنا أكثر منك فهي كلها جملة مبهمة وقد احتاجت لكلمة أخرى حتى تمييزها وهي كلمة مالا وبالتالي فالجملة كلها كانت مبهمة واحتاجت إلى ما يميزها ويوضحها وهي ليست بمميز ملفوظ وإنما مميز ملحوظ أما كلمة مالا فهي تمييز وتجدر الإشارة إلى أن التمييز الملفوظ ينقسم إلى أربعة أنواع فالعبارات التالية 30 كيلوغراما سطلا هكتارا لا تشير إلى نفس المعنى حيث إن عبارة 30 تشير إلى العدد والكيلوغرام إلى الوزن والسطل إلى الكيل والهكتار إلى المساحة وكل العبارات التي تدل على العدد والوزن والكيل والمساحة تأتي إما منصوبة أو مجرورة بمن أو مجرورة بالإضافة ولكي نفهم أكثر هذه الأنواع من التمييز نترككم مع هذه الأمثلة تمييز العدد قرأت أربعة قصص إذا نلاحظ أربعة تمثل عدد وكلمة قصص تمثل تمييز العدد باعت البدوية أربعين بيضة الجملة الثالثة في اليوم أربع وعشرون ساعة إذا نلاحظ أربعة أربعين أربع وعشرون كلها تمثل العدد تمييز الوزن اشتريت رطلا تفاحا باع الفلاح قنطارا شعيرا صدر المنتج طنا برتقالا فهذه العبارات رطل قنطار طن كلها عبارات تشير إلى الوزن تمييز الكيل نلاحظ هذه الجمل تصدق المحسن بمد قمحة اشتريت سطلا حليبا فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا تمر فهذه العبارات مد والسطل إضافة إلى كلمة صاع هي كلها عبارات تدل على الكيل كمثال على تمييز المساحة نجد غرس المزارع فدانا برتقالا زرع الفلاح هكتارا ذرة أنت لا تملك شبرا أرضا إذن فعبارات فدان هكتار وشبر هي كلها عبارات تدل على المساحة والكلمات التي كتبت بلون أحمر هي تمييز ما سبقها من كلمات كمثال على التمييز الملحوظ نقول إبراهيم أكثر التلاميذ اجتهادا فيروس كورونا أسرع الأمراض انتشارا وكمثال آخير كانت أكثر إشراقة إذن التعبير إبراهيم أكثر التلاميذ مميز ملحوظ وكلمة اجتهادة هو تمييز لهذا المميز فيروس كورونا أسرع الأمراض كانت أكثر إذن هذه العبارات هي كلها عبارات مبهمة غير مفهومة غير واضحة احتاجت إلى تمييز يوضحها ويرفع الغموض عنها نمر الآن إلى بعض التطبيقات والتي أنتم أبناء الأعزاء بنات العزيزات مطالبون بإنجازها أولا املأ الفراغ بتمييز مناسب في البيت خمس الجملة الثانية اشترى أبي كيلوغراما الجملة الثالثة شاربت لترا الجملة الرابعة مدرستنا أكبر المدارس التمرين الثاني أنت مطالب بإتمام الجذول بما يناسب الجمل أعطيت الفقير صاعا شعيرا الجملة الثانية امتلأ قلبه عبطه الجملة الثالثة جاء مئة رجل إذن المطلوب هو أن تستخرج المميز وتذكر نوعه ما إذا كان ملفوظا أو ملحوظا وأن تستخرج التميييز وتذكر حكمه وكم اقترح تصحيح نقول في البيت خمس غرف ثانيا اشترى أبي كيلوغراما برتقالا ثالثا شربت لترا لبنا رابعا مدرستنا أكبر المدارس مساحة ولكم أبنائي أن تضعوا كل تمييز مناسب بدل ما هو مقترح أمامكم التمرين الثاني تصحيحه على الشكل التالي أعطيت الفقير صاعا شعيرا المميز هو صاعا نوعه ملفوظ التمييز شعيرا حكمه منصوب امتلأ قلبه عبطه المميز امتلأ قلبه نوعه ملحوظ التمييز غبطه حكمه منصوب الجملة الثالثة جاء مئة رجل المميز هنا مئة نوعه ملفوظ والتمييز هنا رجل حكمه مجرور بالإضافة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وشكرا على متابعتكم وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله